بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المشاهدون الكرام موعدنا مع قمر في بيت السيدة حليمة العرب وخاصة قريش كانوا إذا رزقوا بأطفال كانوا يرسلون الأطفال خارج مكة المكرمة وذلك لهدفين الهدف الأول أن يكونوا بعيدين عن الأوبئة فإذا ما جاء وفود إلى مكة المكرمة من كل مكان ربما واحد منهم يحمل وباء معينا فيتضرر منه الرضع والصغار الهدف الثاني كانوا يحافظون على اللغة العربية لأن الوفود يأتون من جميع البقاع وكل بقعة تتكلم بلغة غير البقعة الأخرى فإذا ما نشأ الرضيع ثم أمسى طفلا في وسط هذه اللغات أمست لغاته متداخلة فكانوا يرسلون أولادهم خارج مكة المكرمة فيكونون بعيدين عن الأوبئة ويتعلمون اللغة العربية الفصحة وكانت القبائل تستقبل الأطفال وتربيهم بينهم من هذه القبائل قبيلة بني سعد والتي منها السيدة حليمة تحكي فتقول خرجت مع نساء من بني سعد على أتان لي قمراء الأتان هي أنثى الحمار والقمراء أي التي لونها يميل إلى الخضرة ومعنا شارف لنا والشارف هي أنثى الجمل والله ما تبض بقطرة أي كانت عجفاء ليس فيها لبن فنتغذى من ورائها وليس عندي ما يغذي طفل الرضيع حتى إن طفلها لا ينام من البكاء لأنه لا يجد ما يغذي فخرجوا إلى مكة المكرمة يلتمسون الرضعاء أي تأخذ كل امرأة رضيعا ثم تأخذ من ورائه أجرة تستغني به وتنفق على أولادها وعلى بيتها وبينما هم يسيرون إذ كانت السيدة حليمة رضي الله عنها تتأخر عن الركب لأنها كانت تركب أتانا عجفاء أيضا ثم ينتظرونها ثم تلحق بهم فإذا مقتربوا من مكة المكرمة دخلت النساء سراعا إلى مكة المكرمة وما من امرأة إلا وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ترضع فتأباه لأنه يتيم تقول المرأة فيهم إنه يتيم فمن يعطني الأجرة التي تغنيني وماذا يفعل جده إنما جده ينفق على أولاد كثر وهذا حفيض له لن ينفق كما ينفق الوالد فما من امرأة إلا وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه ليتمه مر يوم والثاني والثالث وأوشك الفوج على الرحيل ولم تأخذ السيدة حليمة رضي الله عنها طفلا فقالت لزوجها أرأيت إنما أريد أن آخذ هذا الطفل عصى الله تبارك وتعالى ببركته أن ينفعنا فقال زوجها نعم تقول فذهبت إلى بيته فإذا أمه امرأة هلالية أي جميلة فأخرجت لي الطفل فنظرت إلى وجهه فوالله إن من جماله لخشيت أن يستيقظ فأخذته وذهبت به إلى خيمتي فلما جلست في خيمتي إذ يقبل من الغذاء ما يغنيه ويغن ابني وقام زوجي إلى شارفنا إلى أنثى الجمل التي كانت عجفاء منذ قليل والله إنها لحافل إن ضرعها لملأ باللبن ثم أخذنا من ورائه فشربنا وشربت ونم ابني ونام أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فوالله لبتنا بخير ليلة فقال لي زوجي أرأيت يا حليمة لقد أخذنا نسمة مباركة فانطلقنا فوالله إن أتاني لتسرع بالركب أي تتقدم الركب حتى إنها لتسبقهم إلى أن وصلنا إلى بلدنا لأعلم بلدا عجفاءك هذه البلد غير أن أغنامي كانت تذهب فترجع شباع اللبنة أي شبعانة وملأ باللبن فما زلنا في خير منذ قدومه صلى الله عليه وسلم حتى مر العامان فذهبنا إلى أمه واستمسكنا أن يكون بيننا فوافقت على ذلك إنه لقمر في بيت السيدة حليمة رضي الله عنها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين